إيران تحيى بالأحواز مقولة شهيرة للرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي تختصر نظرة إيران لهذا الركن شاء من شاء وأبى من أبى في المقابل يا أبى الأحوازيون إلا أن يحيى إقليمهم حراً أبياً عربية وبين الموقفين يسجل التاريخ محطات من نضال الأحوازيين ضد ما يصفونه بالاحتلال الإيراني الجائر فيتسأل أهالي هذا الإقليم أوليست تسعة عقود من النضال ضد جور طهران كافية ليأخذ المجتمع الدولي قضيتهم في الحسبان يتسألون باستغراب عما يصفونه بالخذلان الذي يندله الجبين فقضيتهم كما يرونها لا تقل عدالة عما عداها من قضايا في سلم أولويات المجتمع الدولي ومع ذلك يمكن الحديث عن بعض ثمار النضال الأحوازي المنشودة في الآونة الأخيرة نتحدث هنا عن مواقف لمنظمات دولية يبدو أنها بدأت تؤازر الأحوازيين وإن ضمن حدود التنديد والشجب والاستنكر في أحسن الأحوال كمنظمة العفو الدولية التي وصفت في تقرير لها العام الماضي الممارسات الإيرانية في الأحواز بالحملة القمعية المتساعدة الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون بدوره ندد بالاضطهاد الذي يتعرض له عرب الأحواز إذ قال في تقرير إن غير الفرص في إيران يواجهون قيوداً على الحق في حرية التعبير كما أشار التقرير إلى اعتقال إيران نحو 100 أحوازي غادة الذكرى العاشرة لانتفاضة الإقليم أما منظمة هيومن رايس واتش فقد قالت في تقرير لها إن عمليات الإعدام بالأحواز قد تكون ذات دوافع سياسية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة وهيومن رايس واتش والعفو الدولية ومنظمات عديدة أخرى هي أسندة الغضية الأحوازية لأن الإعدامات في الأحواز ليس لها مثيل في إيران كلها يؤتي حراك الأحوازيين المستمر بعد المنشود إذن على سعيد تضامن المنظمات الحقوقية لكن مواقف الحكومات من قضيتهم لا ترقى إلى المأمول أبدا وقلة من الدول الغربية فقط أعربت عن تعاطفها معهم ضد الممارسات الإيرانية بريطانيا مثلا دانت الانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان بحق الأحوازيين ووصفتها بالعمل المشين أما على الساحة العربية فقد برزت قضية الأحواز أكثر من أي وقت مضى سواء باتفاعل وسائل الإعلام معها أو المنظمات الحقوقية ومن المهم هنا الإشارة إلى موقف البحرين التي وافق أربعون عضوا في برلمانها على مثكرة تدعو للاعتراف بالأحواز دولة عربية محتلة ترجمة نانسي قنقر